أصدرت رئاسة الجمهورية بياناً بشأن تصريحات الرئيس الأمريكي حول الأوضاع في قطاع غزة حيث أكدت مصر أن الدور الذي قامت به في حجد وإدخال المساعدات إلى غزة كان قيادياً ونابعاً من شعور مصر بالمسؤولية الإنسانية عن الأشقاء الفلسطينيين بالقطاع وأضاف البيان أن مصر دغطت بشدة على جميع الأطراف المعنية لإدخال المساعدات إلى قطاع غزة إلا أن قصف إسرائيل الجانب الفلسطيني من المعبر لأربع مرات حالة دون دخول المساعدات وأكد البيان أن مصر منذ اللحظة الأولى فتحت معبر رفح من جانبها بدون قيود أو شروط وقامت بحجد مساعدات إنسانية بأحجام كبيرة سواء من مصر ذاتها أو من خلال جميع دول العالم التي قامت بإرسال مساعدات إلى مطار العريش أضاف البيان أيضا أن مصر تحملت ضغوطا وأعباء لا حصر لها لتستطيع تنصيق عملية إدخال المساعدات وأنها في سبيل ذلك وما زالت باتصالات مكثفة مع جميع الأطراف سواء الإقليمية أو الدولية أو الأممية للضغط من أجل دخول المساعدات وزيادة كمياتها بالشكل المطلوب وأن 80% من المساعدات التي تصل للقطاع مقدمة من مصر وأشار البيان إلى أن الحل الوحيد للأوضاع الرهنة يتمثل في حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية وأن أي محاولات أو مساعي لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم ستبقوا بالفشل اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة